طبعا حضرك ذبحت الأضحية وعنيك على المخاصب تاعة الحيوان المذبوح ظلنا منك أن ده بينفع أوف مسألة الخصوبة ومسألة خلفة الأولاد الذكور هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ وإيه حكم أكل الخصية أصلا من الحيوان؟ تابع معا السلام عليكم ورحمة الله كلنا طبعا متعودين أنه وقت ما منذبح الأضحية باللاقي بعض الناس هدفهم الرئيس أنهم عايزين يأخذوا خصية الحيوان بعد الذبح ظلنا منهم أن ده لي علاقة بقوة الإنجاب وقوة الخصوبة مع أن ده يعني أمر نفسي وتراثي موجود عند الناس لكن هو من الخيالات زي ما قال الأطباء كده أن ده من الخيالات وليس من حقيقة في شيء لأنه بيتحول إلى دهون وبريتين بعد الهضم وممكن كمان يزود الجسم بمواد الجسم غير محتاج لها فتصيبه بالضرر وده أمر عكسي لكن عن المسألة الحكم الشرعي هل يجوز أكل الخصية ولا لا فإحنا تكلمنا قبل كده في فيديو مستقلة عن الأطعمة المحرمة بنص القرآن الكريم وقد ذكرنا فيها قول الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالأمور المحرمة ربنا فصلها في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ومن هنا قال جمهور العلماء يجوز أكل الخصية وكل شيء اتصل بلحم الحيوان المذبوح ما دام ذبح ذبحا شرعيا مثل الخصية والكبد والكلا والطحال والكرش والرئة والكوارع كل هذه الأمور جائزة لأنها متصل بلحم الحيوان المذبوح وأكلت بعد الذبح أما لو فصلت من الحيوان قبل الذبح فلا تجوز لأنها فصلت من حيوان حي وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة يعني لا يجوز أن تقربه وهذا رأي جمهور الفقهاء أما الإمام أبو حنيفة فكان ليه رأي تاني خالص في مسألة الخصية وما شابها من الغدة والمرارة والمثانة وقال إن دا مكروه كراها تحريمية يعني أقرب إلى الحرام لأنه مكان مستقضر شرعا ومكان يتكون فيه البولة عند الحيوان فلا يقبله الإنسان ويعفي ويبتعد عنه وبالتالي قال بتحريمه وعدم جواز أكله لكن الصحيح ورأي الجمهور لأن الإمام أبو حنيفة ما عندهوش رأي من القرآن والسنة يعتمد عليه غير إن الإنسان لا يقبله نفسيا أما الجمهور فاستندوا على إن التحريم لا بد أن يكون فيه نص وما فيش نص على تحريم الخصية وما شابها يبقى جائزة مش معنى كده أنه واجب على حضرك إنك تاكلها إحنا بنقول هي جائزة فلو حبيت تاكلها كلها ما حبيتش تاكلها ما تاكلهاش وبالهنة والشفى وتقبل الله منا ومنكم وكل عام أنتم بخير والسلام اشتركوا في القناة